اشتركوا في القناة اللي انت محتاجها علشان تبدأ تحط اول رجل ليك في مجال العمل على الانترنت باستخدام مدونة وورد بريس او حتى موقع مبني على منصة الورد بريس حلقة النهاردة هنتكلم على اهم جزئية تقريبا في الكورس كله انا وهي شراء الاستضافة شراء الدومين وتفعيل شهادة الامان حلقة النهاردة مش هتبقى عادية يعني داخل اشرح لك ازاي تشتري الاستضافة وتدوس هنا تشتري وتدوس هنا تدفع وكلام ده كله ولكن انا جاي افهمك المصطلحات اللي هتظهر قدام منك في عملية الشراء وكمان في عملية العمل على تنصيب الاستضافة نفسها وازاي تبقى تفهم كل كلمة تظهر قدام منك في الصفحة مهما كان مدى صعوبتها هتعرف الكلمة دي معناها ايه بالعربي ومعناها ايه في اللغة الدارجة عندك وكمان هتفيدك ازاي في انشاء الموقع وكمان العمل عليه من اجل ما اطول عليكم اكتر من كده اتمنى من كل قلب انكم تدعموا السلسلة دي بالاخص عشان اعرف ان فيه فعلا حد مهتم انه يساعد اخوانه المبتدئين انهم يبدأوا على الانترنت كل اللي محتاجه منك انك تعمل شير للكورس ده لعله وعسى يكون في حد مهتم ومش عارف يوصل لكورس مجمع ومنظم في كل حاجة تخص الحاجة اللي هو بيدور عليها وكمان التقاليين بقى يعرفوا اللايك والشير اهم حاجة بقى الكومنت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس الكومنت ده بقى سيب لي اي حاجة انت عايز تكتبها بس اهم حاجة ان انت تسيب بصمتك ندخل على طول على محتوى حلقت النهاردة هنتكلم على ازاي تشتري الاستضافة باستخدام هوستنجر ليه هوستنجر؟ لان هوستنجر هو الراعي الرسمي للسلسلة اللي احنا بنعملها والكورس اللي موجود قدامكم دلوقتي الاستضافة دي بعيدا عن انها الراعي الرسمي استضافة محترمة جدا جدا اسعارها مناسبة للمبتدئين كلهم والخطط اللي موجودة فيها برضو مناسبة لكل الناس لو انت عايز حاجة كبيرة تستحمل موقع كبير وبيدخلوا عدد زوار محترم فانت هتشتغل على البي بي اس لو انت لسه بادئ في موقع جديد وانت ما تتوقعش ان من اول شهر هتجيب مئة الف مشترك شهريا فانت ممكن تشتغل على عادي جدا جدا وتشترك كمان في الخطة اللي اسعارها محترم عندك الويب هوستنج الويب سايت بيلدر وعندك الكلاود هوستنج والوورد بريس هوستنج وغيرها تاني كتير من الخطط المختلفة احنا هنشتغل على الويب هوستنج ليه الويب هوستنج لان الموقع بتاعنا لسه جديد تمام ويعني روح المال بتاعنا ما هواش كبير فمش هنشتري في بي اس سعره بالشهر ممكن يكفي سنة كاملة في الويب هوستنج احنا هنشتغل على الويب هوستنج عادي جدا جدا ممكن نحجز شهر نحجز سنة نحجز سنتين تلس سنين اربع سنين ودي كده الخطط اللي موجودة في الموقع والاسعار اللي موجودة فيها بسعر تقريبا اتنين دولار خلاص وبريميوم بسعر تقريبا تلاتة دولار وكمان بسعر تقريبا اربعة دولار انا بفضل لو انت هتبدأ معايا في السلسلة دي او هتبدأ على موقع الكتروني انك تشتغل على في اول سنة بعد اول سنة هتضطر ان انت ترقي لان بالتأكيد وان شاء الله طبعا هتكون عدد الزغار عندك محترم جدا جدا لو انت شغال صح فاحنا بنختار في الاول لان فيها برضو اكتر من ميزة من المميزات اللي موجودة في من معناها انه ده موقع واحد بس هنا عندك تشيل مئة موقع خلاص هنا عندك ايميل اكاونت واحد بس هنا عندك فري ايميل يعني عندك عدد لا محدود خلاص وكمان وعندك كمان هنا شهادة الامان اللي هي بتديك الافل الاخضر اللي موجود في جوجل كروم او اي متصفح تاني بيقول لك ان الموقع ده موقع خلاص يعني امن تمام وعندك كمان وعندك كمان بيديك كمان دومين مجاني وفيه شوية حاجات تانية مختصة وشوية مميزات تانية موجودة جوة الخطة نفسها ممكن تبقى تبص عليها وتشوفها واهم حاجة برضو عندنا هنا يعني كل اسبوع بياخد لك تمام او للملفات الموجودة بعيث لو الموقع تهكر او تقفل يبقى عندك تقدر ترجعه مرة تانية ومتخسرش شغلك كله على المنصة. طبعا في النسخة الاخيرة اللي هي ودي محترمة لو انت عندك موقع او انت قادر خلال ست شهور يكون عندك ما لا يقل عن خمسين الف زائر شهريا. المهم هنتوس كده على من هنا. هيدخلنا على الصفحة التانية على طول. هنبدأ انا عرف احنا محتاجين ايه من الصفحة دي طبعا في اضافة اسمها هاني احنا مش محتاجين هاني محتاجين الاضافة دي اللي ان انا جايب لك كوبون محترم اه باختص بالقناة اللي انت بتشوفني على دلوقتي بيديك عشرة في المية خصم على المبلغ. المهم انت عندك هنا لو هتشتري شهر واحد فسعر الاستضافة شهر واحد هيبقى تقريبا اتناشر دولار. لو هتشتري اتناشر شهر فالشهر الواحد هيبقى بتلاتة دولار وده برضو عرض العرض ده هيخلص في وقت قريب فالحقه. لان الاسعار بتختلف من خطة للتانية في اه ناحية يعني الشهور اللي هتشتري بيها او عدد الشهور او عدد السنين. فانت عندك هنا برضو ميزة محترمة. عندك الاتناشر شهر بثاتة دولار. عندك الاربعة وعشرين شهر بثاتة دولار وعندك الاتمانية واربعين شهر بثاتة دولار فانت لو حاببت تشتغل على الخطة دي برقتك خالصة اللي سنة تمام? يشتغل عليها. وانا بفضل يعني انت تريح دماغك شوية لو معك اكتر من خمسة وتلاتين دولار طبعا سعرها خمسة وتلاتين دولار. لو معك اكتر من خمسة وتلاتين دولار ممكن تشتغل على السنتين. فهتوفر على نفسك ان انت كل سنة هتحتاج ان انت تجدد فممكن سعر الدولار يغلى فالدينة تغلى معاك. تمام? ولكن عندك واحد وسبعين دولار للبريميوم بوستنج الاربعة وعشرين. وكمان التمانية واربعين اللي اربع سنين زي ما انا واخدها عندي في الموقع بتاعي بمية تاتة واربين. المهم انت تشتغل على اللي اعجبك. يعني انا مش افرض عليك هنا اقول لك اشتغل على اي حية لا براحتك خالص. اشتغل على اتنشر شهر. شغال معاك اي خطة برضو شغال معاك. هتدوس كده على كوبون كود. وتكتب كده الكوبون بتاعنا ريان يعني. ودوس كده على كلمة هتلاقي اللينك موجود في الفيديو والكوبون موجود في الفيديو. دوس عليها هتدخلك على الصفحة بالخاصة. خلاص? هتلاقي عندك كمان خاصة معشرة في المية زائد سبعة وسبعين في المية من السعر الرسمي. هيديك السعر النهائي تلاتة وتلاتين دولار. تمام? هنا اما بتدفع بي خلاص? اما بتدفع بي اما بتدفع بي اما بتدفع بي او او عندك اكتر من طرح تدفع فيها للموقع نفسه. لو انت حولت خلاص الموقع ده من الواجهة المختصة بالدول الاجنبية لواجهة دولة عربية خلاص? هتلاقي كمان طريقة دفع ثوري اللي موجودة في مصر تدفع بيها. وممكن انت هتكلم الدعم تقول لهم انا عايز ادفع بثوري خلاص? على الواجهة دي. وتديهم رقم الريسيت. ايه الريسيت ده? تديهم رقم الريسيت خلاص? وهما هيدوك الامكانان انت تدفع بثوري عادي جدا. ودي برضو من مميزات الموقع المحترم موقع ان انت تدفع بثوري لو انت موجود في مصر. المهم بتختار طريقة الدفع بتاعتك وتدوس كده على سيكيور او سيكيور بتدخلك ع الصفحة التالية. بتدفع تمام? وبعد ما بتدفع طبعا وبتسجل اكاونت جوه الموقع. بيدخلك على اللوحة اللي ظهر قدام منك دي. في اللوحة دي انت هتلاقي حاجتين قدام منك. سيبك من كل ده. خلاص. بيبقى لاني كل الكان ده تابعي هنا بس. مش تابعك انت. هنا عندك حاجتين. وعندك كمان عندك حاجتين دلوقتي. انت هتعمل اول ما بتدخل بتلاقي عندك وبتلاقي عندك اول حاجة هنعملها دلوقتي ان انا هنعمل للدومين بتاعنا. يعني هناخد الدومين المجاني اللي هو الاستضافة قدت هنا. فهندس كده على دومين. وهنيجي هنا نكتب اسم الدومين اللي احنا محتاجين. وركز معها عندك اكتر من اختيار. عندك دوت كوم دوت نت دوت ديجيتال دوت ويب سايت دوت بريس دوت سايت دوت شوب. كل ده امتدادات تنفع تشتغل بها. انا هختار دوت كوم. وانا وانصحك دوت كوم ودوت نت. عندك الاتنين هم بشكل مجاني اختار الدومين اللي يعجبك. وانا هكتب هنا دومين اسمه ربحي. ليه بقى ربحي? لان انا هنمشئ موقع مختص بالربح من الانترنت. وده يبقى مثال كده للنيتش اللي احنا نشتغل عليه في ده ونقدمه وان شاء الله نتقبل ونشتغل عليه بشكل عملي. خلاص? فربحي دوت كوم ده دومين متاح ان انا اشتري دوس كده على خلاص. بيقول هنا ان الدومين ده متاح. سعره تلاتتاشر دولار ولكن انا هفضه مجاني لان انا متاح ما هي مجانة طبعا. هدوس كده على دومين. وبعد ما هدوس على دومين هستنى شوية لحد ما يضف لي ده عندي في الاستداف. طبعا هو ده هدفولي دلوقتي خلاص. بيقول هنا ان انا اضفت خلاص ماشي يدوس كده على بيقول لي حط لي معلومات الارقاصة بالدومين. حطيت له المعلومات الافتراضية. كل حاجة قدام منك بشكل عملي عشان برضو ما اتهش وانت شغال على انشاء المدونة نفسها. طبعا قبل ما يعني اشرح القطوة دي المفروض كنت قلت لكم على الموقع ده ده موقع من خلاله تكتب مسلا ربح تمام بيديك هو امتدادات تانية ده دومين ده كلمة مفتاحية خلاص. وبينديك الدومينات المتاح ان انت تحجزها في نفس الكلمة المفتاحية دي او في الكلمة المفتاحية دي مسلا كلمة خلاص. ايه هنا خلاص. هتلاقي عندك دي كده اللي باللون الاخضر دي دومينات ينفع ان انت تشتريها. فالموقع ده هيساعدك في اختيار الدومين لو انت ما عندكش فكرة ازاي تجيب دومين. وقابل منه لازم ان تبقى عارف ازاي تختار النيتش وان شاء الله هنعمل لكم حلقة وهعمل لكم حلقة عن اختيار النيتش هنبقى نازلها في الكورت ده ولكن مؤخرا. المهم بعد ما تدوس على ضن زي ما ظهر قدام منك كده هيظهر لك بالشكل ده. هنرجع للهوم تاني. خلاص هنخلصنا الدومين وكل حاجة تمام معنا. هنجفل كل الكلام ده. خلاص? كده على من هنا كده هنختار احنا نخلينا في خلاص? طبعا انا ممكن هدوس كده ممكن هدوس على وده اللي انا بفضله وبعمله دايما ليه? علشان احنا مش هنستخدم الخاص بيه الموقع نفسه او موقع احنا هننشئ الموقع الخاص بنا احنا فهندوس كده على وده هنختار من هنا بقى احنا خلي بالك احنا اشترينا الدومين او ركبنا الدومين بتاعنا على الاستضافة او اخدنا الدومين المجاني. هنيجي هنا ندوس على ايه? احنا اختارناه ندوس كده على كلمة تمام? وركز معي ايه بقى الدومين? الدومين هو اسم النطاق او اسم الموقع بتاعك. عشان مرضو تبقى فاهم معي يعني ايه دومين? الدومين هو اسم النطاق واسم الموقع الخاص بيك. ايه الاس اس ال? كلمة اس اس ال? دي شهادة امان. بتركب عندك في الموقع عشان تديك الافضل الاخضر. طبعا ممكن ما يظهرش معي. ولكن هو يعني لو دخلت على اي موقع دلوقتي هتلاقي كلمة او تلاقي اف لكده موجود جنب الدومين او اسم الموقع نفسه. سواء كان على الموبايل او حتى على الديسكتوب. ده بيدي انطباع للشخص اللي بداخل عندك ان الموقع ده امن. لو ما فيش علامة الاس اس ال اللي هي الاف للاخضر. بيظهر علامة حمرة وبيقولك ان الموقع بتاعك خطر. وده هينفر المستخدم من الموقع بتاعك. فالاس اس ال موجودة ومطلوبة والدومين كمان موجود ومطلوب. كمان? ركز معي. الخطوة دي مهمة جدا جدا. بيقولك يعني ايه سيرفر لوكيشن? يعني مكان السيرفر اللي يتحط عليه ملفات الموقع بتاعك تختارها فين? هل دي مهمة? ايوة مهمة جدا جدا جدا. ليه بقى? عشان سرعة فتح الموقع والبنج وشوات حاجات تانية. فاحنا هندوس على العلامة دي. علامة الادلت دي من هنا. ركز معي. احنا في اكتر من مكان. يعني كل دي اماكن سيرفرات. انت موجود في مصر. فاقرب حاجة ليك خلاص هو بيختارها لك تقريبا نورث امريكا. لا انا مش عايز نورث امريكا. احنا عايزين اجرب سيرفر لينا. فاحنا لو بصينا ادي مصر هي خلاص. فممكن ده اللي هو يوروب في لتوانيا يكون قريب ليا. وممكن كمان اللي في اسيا في انديا ممكن يكون قريب ليا. فانا مش عايز ايجا انديا. انا مش عايز اروح للهند خالص يعني. تمام? فخلينا هنا في اللي في اوروبا. خلاص? اتنين في بريطانيا. واحدها في لتوانيا. فانا باختار اللي اجرب لي. لو انت موجود في دولة من دول الخليج. تمام? وبالخاص الامارات الكويت العراء الدولة اللي هي بعيدة دي. فانت تختار اجرب حاجة ليك اللي هي ايه? اللي هي انديا? لان ده سيرفر قريب ليك. فهيديك سلعة فتحة محترمة وبينجو محترمة. وكام ده كله. لو انت موجود في روبا فانت تختار اي سيرفر من اللي موجود في ربا. تمام? انا بختار لي هنا نورس امريكا. لا انا مش عايز نورس امريكا. انا عامل بقية نورس امريكا دي بعيد عني خالص يعني. خلاص? فانا اختار اللي في بريطانيا. دي قريبة لها. هتوذكر على كلمة غيرها لي. وده الدومين احنا اخترناه خلاص. تمام? زي ما قلنا مهم جدا جدا. تختار وتشتري سيرفر او تجيب سيرفر قريب للزوار اللي انت بتستهدفهم. لو انت بتنشئ موقع اجنبي. ركز معي عشان برضو هي الحتة دي مهمة. لو انت بتنشئ موقع اجنبي بتستهدف في امريكا يبقى تختار سيرفر في امريكا. ما تختار سيرفر القريب لك انت لان انت مش مهم. اهم حاجة سيرفر يكون قريب للزوار اللي انت هتستهدفهم. لو انت بتستهدف اوروبا فعندك تلس سيرفرات في اوروبا. لو انت بتتكلم في نيتش مختص به اه الهند والدول المجاورة في اسيا يبقى اختار ايه? الهند اقرب حاجة لك. فانت بتختار القريب للزوار مش ليك انت كشخص. تمام? دوس كده على هيدخلك على الخطوة الاخيرة اللي هي تقريبا اه يعني انشاء الموقع. هنشوف دلوقتي بعد ما نخلص زي ما انت شايفين عمل معي اهو خلاص. لو انت عايز تعمل مش محتاجينه. فهو انا بيعمل خلاص بيديك رقم ما قوي خلاص بقولك كم في المية يعني تمام? هنستنى لحد ما تكون دي مية في المية. وهنوريكم الخطوة اللي بعد كده. زي ما انت شايفين اه قبل ما نوصل للمية في المية بيقول لي يعني ايه طبعا عدت قبل ما انتم تشوفوها. المهم يعني ان هو ركب لي اه بشكل تلقائي ومن غير تدخل مني على المدونة او الدومين بتاعي. يعني سهل عليك موضوع ان انت تركب كده خلصنا تركيب او شراء الاستضافة شراء الدومين وتفعيل شهادة الامان. لو دوسنا كده على هيورينا الموقع بتاعنا. خلاص لو ضفنا على مانيج سايت هتدخلنا على حاجة اسمها الاتش بانل. ودي برضو حاجة مهمة. ايه بقى الاتش بانل? وايه سي بانل يا رقيان? الاتش بانل لوح التحكم مختصة بالموقع بتاعك الاستضافة والدومين. ولكن على منصة هستنجر. هستنجر اتش بانل اتش اتش. همني يعني هم بيختاروا حرف الاتش ده. كيعني تعبير لكل حاجة عندهم في البراندنج. فهم عندهم ما اسمهاش سي بانل اسمها اتش بانل. علشان لو انت روحت اشتريت قالب من اي حتة من بره. رح حبيت تركب سكريبت بي اتش بي. حبيت تشوف فيديو على يوتيوب بيشرح حاجة معينة. وقال لك ادخل على ال سي بانل. فانت مش فهم فين ال سي بانل دي اصلا. انا قدام مني ما فيه السي بانل. انا قدام مني حاجة اسمها الاتش بانل. تمام? فالاتش بانل هي هي ال سي بانل. ولكن معها اختلاف المسميات. هيقول لها خش على الملفات. ادي الملفات. ادي الاتابيس. ادي الدايباس. الاتوو tie دي اللي اتركب منها الورد بريس في الحلقات اللي جاية. خلاص. وعندك على الجانب كل حاجة. ادي الوردر. ادي على اكاونت خلاص. وادي الايميل لو انت عايز تعمل ايميل للدمين بتاعك. وادي لدومين نفسها. لو تعمل ساب دومين وتضيف دومين جديد. وادي لو انت تخش على اه الورد بريس تركبها. очень كل كل كلام دا موجود عندك هنا نفس الخطوات اللي موجودة ونفس الادوات اللي موجودة تقريبا. هتلاقي موجود عندك هنا في وعشان ما طولش عليكم من الحلقة دي. ان شاء الله هنرجع للحلقة اللي جاية. هنتكلم فيها عن تركيب والاعدادات الهمة خلاص في لوحة التحكم. خلاص. لان دي واحاجة مهمة جدا جدا. اعدادات ما طولش عليكم اكتر من كده. الحلقة اللي جاية ان شاء الله نتكلم فيها عن اهم الاعدادات اللي موجودة او اهم الاضافات او اهم اللي موجودة في عشان تبقى فاهم كل صغيرة وكبيرة موجودة قدام منك. زي ما قلنا الكورس ده مش هيبقى كورس عادي. لأ ده انا هطلعك منه شارب شرب. شارب الاستضافات والدمونات شرب. فاهم كل صغيرة وكبيرة في الموضوع ده. تمام? فالحلقة اللي جاية نشروح الواجهة اللي قدام منك دي. وكل جزء ايه بتتكلم عن ايه? ونستفيد منها ازاي? وبعد منها ان شاء الله نركب الورد بريس ونبدأ ندخل في شرح بتاعنا. وكان معكم محمد ريان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة